سلم يوم الأربعاء الماضي الخامس عشر فيفري الفين وثلاثة وعشرين ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج بج مختار بالنحية العسكرية السادسة وحسب بيان لوزارة الدفاع فإن الأمر يتعلق بكل من ملوك عبد الرحمن المكنة عبد الرؤوف ملوك سيد محمد المكنة عبد الصمد وملوك شريف المكنة عبد الناصر كما سلم إرهابيون آخر نفسه إلى السلطات العسكرية بين جزام بنفس الناحية العسكرية ويتعلق الأمر بالمدعو التوجي عمر المكنة علي وضح البيان بأن الإرهابيين الذين كانوا يشطون ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل كان بحوزتهم أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف قنبلتين يدويتين 12 مخزن ذخيرة وثلاثة حملات مخازنة وكمية من الذخيرة ونوهت وزارة الدفاع الوطني بأن هذه العملية تأتي لتعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا كما تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلد ترجمة نانسي قنقر